اشتركوا في القناة مرحبا بك معالي الرئيسة في نشرة الثالثة ونبارك لك ولكل امرأة بحرينية بهذا اليوم لا بد من ان هناك كلمة تودين توجيهها بهذه المناسبة بداية اتشرف بان ارفع اسمى ايات التهاني والتبركات الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى اهل خليفة اهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والى صاحب السمو الملكى الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والى صاحبة السمو الملكى الامير سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرينة اهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية ولعل من حسن الطالع ان تأتي هذه المناسبة الوطنية بالتزامن مع مرور عشرين عاما على تأسيس المجلس الاعلى للمرأة الصرح العريق الذي استطاع ان يؤسس لمسار عمل مؤسسي فريد من نوعه على المستوى المحلي والدولي وان يشكل بيت خبرة عالمية في تحقيق شراكة متكافأة لبناء مجتمع تنافسي مستدام وفي هذه المناسبة نؤكد ان الدعم الملكي السامي كان المؤثر الاسمى في بلوغ المرأة البحرينية المراتب الرفيعة من التقدم وتعزيز الايمان بقدراتها وامكانياتها وفعالية دورها في المساهمة المؤثرة في تعم المسيرة الوطنية المباركة ويسرني ان اشيد بالجهود المباركة والحرص المستمر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من خلال ادماج احتياجات المرأة البحرينية ضمن الخطط والاستراتيجيات الحكومية وانما تحققت من انجازات متنامية ونجاحات متواصلة من المرأة البحرينية هو نتاج وثمرة متابعتي وتوجيهاتي وحرص صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهر البلاد المفدة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظه الله وما اولته سموها في مجال النهوض بالمرأة البحرينية ويحدون الفخر ان نكون خريجات مدرسة المعرفة والعزم والعطاء التي اسست لها سموها والتي لازلنا نتعلم وننهل منها ولا زالت تعطي دروسا وتلهم الرائدات جيلا اثر جيل وتصنع مجد المرأة البحرينية وتضيء الطريق نحو مكتسبات مبتكرة ولا شك ان اعتماد صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدة حفظه الله لموضوع المرأة البحرينية في التنمية الوطنية المسيرة ارتقاء في وطن معطاء عنوانا ليوم المرأة البحرينية 2021 يأتي تجسيدا حقيقيا لاسهامات المرأة البحرينية في نهضة البلاد وتقدمها والدور الفعال للمرأة البحرينية في العطاء والتقدم واكد هنا ان مجلس النواب يضع على قمة اولويات عمله البرلماني والوطني دعم وتطوير تقدم المرأة البحرينية وفق منظومة تشريعية عصرية وشراكة متميزة مع المجلس الاعلى للمرأة بجانب جهود لجنة شؤون المرأة والطفل النيابية ولجنة تكافؤ الفرص بالامانة العامة كل عام والمرأة البحرينية في تقدم ونماء وتطور وعطاء لا ينقطع كل عام والجميع بألف خير نعم معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زيلن رئيسة مجلس النواب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا